من هنا تضرب المصالح لكن يبقى الكلام المهم في ضربة البداية في مقالي ومقاله من هنا او لا شيء الحياة من هنا من الكلمة العبقرية اللي المهندس عدلي مصمم عليها بقاله فترة مش حيب يتعمل اي اصلاح بدون السلامة المالية بدون تعزيز قيم ومعاني اللعب المال النظيف عطفا على هذا الرأي للمهندس عدلي كانت مقالة الصديق العزيز الدكتور طاري الادور في الجمهورية علاج الكرة المصرية وصل بيعرض عدة زوايا لوجهة نظره وصل الى اللعب المال النظيف وبيقول طاري الادور منذ سنوات تطبق في اوروبا قواعد مالية تسمى باللعب المال النظيف تنص قواعده على عدم السماح للنادي عشان الناس تبقى فاهمة يعنيه النادي لا يسمح لي بالانفاق اكتر من دخله دخلك عشرة مليون جنيه تصرف عشرة مليون جنيه ويستسنى من ذلك مصاريف الملاعب والبنية التحتية الحاجة المستدامة في حين يدخل فيها كل الأجور سواء للعبين أو المدربين أو العاملين وباقي المصاريف التي تشمل تشغيل النشاط الكروي ما يبقاش دخلك مئة مليون جنيه وتروح عامل عقود لعيبة ومدربين وهتصرف عليهم مئتين مليون جنيه هيجي يقولك المية الفرق دي ما هيش لعبة مالي نظيف ده ديرتي ماني لانت جايب فلوس بتغسلها هنا مدخل فلوس غلط في مجالك وإلا قولي دخلك كام فبتصرف كام وبيقول طري الأدوار والهدف أن يصل الإنفاق في الأندية إلى ما يطلق عليه في علم الاقتصاد بنقطة التعادل وهي النقطة التي تتساوى فيها الأرباح مع الإنفاق معنى أن الأندية يجب ألا تتجاوز نفقاتها التي تشمل الأجور والرواتب ومقابل ضم اللاعبين والرسوم الصرف على النشاط الإرادات الرياضية التي تشمل مقابل بيع اللاعبين وإرادات التزاكر والبث التلفزيوني والدعاية والمبيعات التجارية واشتراكات الأعضاء في الأندية الجماهيرية وبيقول طري الأدوار ربما يسألني أحد ما هي علاقة اللاعب المال النظيف بالتطوير وعلاج الأمراض المزمنة للكرة المصرية والإجابة أن كل النقاط التي تحدثت عنها للتطوير سبقتنا إليها أوروبا من سنوات بعيدة لأنهم بحثوا في كل اتجاه عن العناصر التي ينبغي تطويرها وقاموا بدعمها ثم بحثوا عن النقاط السلبية التي يجدوا لها الحلول ومن بينها النواحي الاقتصادية لكرة القدم التي أتحدث عنها الآن في أوروبا وجدوا عام 2009 أن 50% من الأندية الموجودة في البطولات داخل القرى تخسر ماديا وتغرق في الديون نص الأندية والأمور في تزايد ووجدوا أنفسهم مطالبين بالوقوف أمام هذا التدهور أراد الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت مساعدة الأندية لأنهم أدركوا مبكرا أن الأندية من المستحيل أن تعيش على مواردها كما كانت في الماضي لأنه أصبح مستحيلا في صناعة الكرة الحديثة بيولتر الأدور في مصر أكثر من 80% من الأندية غرقة في الديون وانظروا إلى الأندية الشعبية مثل الإسماعيل والمصر وبعض الأندية التابعة للشركات مثل المقاصة التي تتحولت من فريق حصل يوما على المركز الثاني في الدوري إلى فريق يبيع نجومه ليعيش وكلنا يتذكر الأزمة التي مر بها الزمالك وخلفت عليه عشرات القضايا في الفيفا وبالتبعية أثرت على النواحي الرياضية بيقول الأدور نادي مثل بيرامدز مثلا أنفق قرابة الثلاثة مليارات جنيه في ثلاث سنوات ولم يحقق خلالها أي بطولة ولم يدخل النادي أي عوائد من أي بند من البنود المذكورة السابقة ومن ثم شاهدنا كيف يفكر ملاك للنادي الآن في إنهاء المسيرة بسبب الخسائر المالية وهو أمر قد يعود بالضرر البالغ على الكرة المصرية بعد أن أصبحنا نشاهد على الأقل قطبا ثالثا في المنافسة المحلية وبعض الأندية فقيرة الموارد أصبحت عبئا على كرة القدم لأنها لا تحقق نتائج وتهبط بلا رجعة ولا تساهم في تطوير الكرة لأنها غير قادرة على شراء اللاعبين أو تفريخ الناشئين وكلاهما يتكلف الكثير من هنا أنصح اتحاضر الكرة ورابطة الأندية هذا الكلام للدكتور طاري الأدوار بسرعة تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف بالتدريج والتي تحقق حماية سلامة ونزاهة المسابقات وتحسن القدرة الاقتصادية والمالية للأندية وفق ضوابط مشترك وتزيد الشفافية والمصدقية وتقلل المشاكل المزمنة بتأخر مرتبات اللعبين والمدربين وتحد من تأثير التضخم هذا بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في قطاعات الفئات السنية والبنية التحتية على المدى الطويل وتجعل الأندية بمستوى مالي متقارب بحيث تزداد رقعة المنافسة وبالتالي فإن الأندية ستعتمد على إيراداتها الخاصة وتتحرك في حدودها وأخيرا فإن قواعد اللعب المالي النظيف ستساهم في تهيئة البنية التحتية للأندية لتوفير منشئات تساهم في رفع مستوى اللعبة فهل من علاج لهذه النقطة في مصر أنا معك كل كلمة قالها إلا كلمة بالتدريج مش فهمها يطبق ما يطبقش يطبق بالتدريج إزاي يعني هتقول إيه إذا كان يقصد إنه يحصل الأندية اللي هي مرتبكة أو متورطة ماليا على نوع من الدعم في الرعاية أو الدعم الحكومي أو بتاع نفهمها لحد ما توقف على بس يبقى خلال سنة أو اثنين لأن برضو حنرجع تاني إن الدولة كنا مسؤولة على الأندية وده اللي كان يعني فيه حرص من هام الدكتور على الدين هلال وتنامة واللي كان نادي الأهلي تنبه له بدري في عمل شركة الأهلي إنتاج الإعلامي والتصويق ولا مش عارف إيه ولا استثمار في الميديا ثم الشركات التي أنشأها النادي الأهلي كل ده ثم شركة كرة القدم يعني شركة كرة القدم شركة كرة القدم اللي أسست مشكلة الكابتن عبدالله السعيد مع النادي الأهلي في مداخلة تلفزيونية مع الكابتن ميطحة شالبي في جود الكابتن علي مار وكانوا بنخش ما الأهلي ما يدفع الكابتن ميطحة قال ما فيه ناس هتساعدوا في يعني مشكلته مع عبدالله السعيد والرجل يستحق ويأخذوا بتاعه فلما عاماتهم بداخلة قلت لهم بحي احترمنا لكل من يساعد ولكن إذا لم يكن النادي الأهلي معتمدا في الأساس على قدراته المالية الخاصة يبقى الوضع خطير لأنه لازم الأول أتحرك في حدودي وإذا جاء الدعم أطور به لكن في إطار أنهم التطوير ما خشش في الالتزامات الملزمة يعني أنا قادر أغطي نفسي قادر أوكل بيتي اللقمة والانتقال والمية والنور والكهرابة والإيجار والحاجات دي لكن لو جاء لي مبلغ ممكن أغير عربيتي يبقى ده موضوع تاني أنا مش مول زي ما غير عربيتي وزي ما غيرتاش ما عنديش مشكلة ده المعنى اللي إحنا عاديين نوصله والأهلي عندما يصل إلى قرار بالمناسبة الناس اللي عماله متصورة برضو إن أستاذ ياسين منصور جاي عشان يعني يضخ من جيبه ويبتدي يبقى مطالب إنه جيب لنا اللعب ومال جاي لأ ده جاي ودير بشكل اقتصادي شركة الهدف بعد عامين تبقى للقانون تطرح في البورصة يبقى لها أسهم ويبقى لها إيرادات أنت بخبرات رجل عمال على هذا المستوى المفروض إن الشركة دي تبقى مكتفية ذاتيا وتغطي الكرة وقد تحقق أرباح في البداية في البداية ممكن في البنية الأساسية يعمل حاجة يساعد لكن محدش يطلب منه حاجة إحنا نطلب منه أن يكرس علمه وخبراته أنه ينشئ شركة محترفة تدير كرة القدم بالنظام الأوروبي ولكن لتضمن هذا أستاذ إبراهيم لدي من اللوايح والنظام الداخلي عندك من الاتحاد يبقى زي أوروبا عشان أنت كمان تحميني أي أنا أعرف أنا هعمل اللي أنت عايزه شفافية المالية هلتزم بيها وهتحرك في حدودي بس بقاش أنا بتحرك في حدودي وغيره ما لهش حدود ولا سالف هذا الذي يمكن أن ينقذ الكرة المصرية الخطوة الثانية إنه لازم نقف مع الأندية إنها ذاتيا تستطيع أن تستفيد من قواتها الذاتية وتنمي مواردها اللي فيه مكان مخصص يبتدي يستفيد منه إنه ممكن يعمل فيه منشآت تجارية يحوله إلى أسواق يعمل كده ضمن إطار تخصيص وبعدين هو ده بقى المساعدة التدريجية ممكن تملكني هذه الأرض وهذه المرافق بحيث إنه تبقى وصول أقدر بيها أعمل شركات وأقدر بيها كان وخش بيها بشراكة أنا الأول إنه ننظر إلى الحلول الجذرية مش السمكة عايزين ندي الشبكة بقى واللي ما يستعدش هو مسؤول عن نفسه هي دي المشكلة يا جماعة إنه إحنا ما بنواجهش مشاكل